من إنتقاد يعني مثلاً انتقاد يعني أي واحد يلعب فريق جماهيري لازم يحصل الانتقادات والما يقدر يعني لازم يقعد بالبيت لان فريق جماهيري لازم يحصل الضغاب بس يكون انتقادات يعني فنية يعني مو تروح للغلاط تروح للمسهب يعني عادة أي واحد يريد ينتقدني فنية خلي انتقدني بس يكون يعني سيب وشتيم يعني أيه واي واي صارت تسمع أنت يمكن حتى كلام بعض المحللين أو المدربين بالتالي أنت مثل ما ذكرت يعني الانتقادات الفنية أنت تتقبلها لا طبعاً أول ما يتقبل عمود صحة غلطة أنا يعني أنت تنتقدني بالرياضة يعني قول اليوم حسن بالملعب قول اليوم حسن موزين حسن لازم عيد واضعة يعني أنا أتقبل هيك بس مو تجيب السؤال في عمود الصعيد بيها مشاهدة عمود العالم تحش وتغلط حسن بما أنه تحدثنا عن الانتقادات صار حديث أيضاً عن مباراة اللي ظهرت بيها ما أعرف إذا كانت مباراة لفرق شعبية أو لإعلان خاص بيك لا هي مو فرق شعبية هو إعلان عالمي شون والشي اسمه ايه المنتجات العالمية وانو كابتن جلال سيد جلال يعني تلدق أيق حضرنا شو الجلال شون عدتهم لي ما المنتخب وجه يعني تلدق أيق أصلاً ما طولنا تلدق أيق طبونا للعبة وصورها وتلدق أيق وطلعنا هذا يعني هي ما كانت مباراة ودية أو مباراة لفرق شعبية كان إعلان بالتالي أنت أكيد كلاعب للمنتخب الوطني تعرف قيمة الشعار وتعرف بينه يعني من غير الممكن أن تخوض مباراة لفرق شعبية بهذا التوقيت بالتحدي لا طبعاً أنا لعب منتخب مستهيل عن فرق شعبية مستحيل بس هو كان إعلان وتلدق أيق لازم نحضر حضرنا جلال وطلعنا هذا خلينا أسئلك حسن عن موضوع العروض اللي حصلت عليها الموسم الماضي قبل التوقيع للزوراء قدمت لك عروض كبيرة أعتقد من القوة الجوية من الشرطة من الطلبة خلينا نقول فرقة جماهيرية يمكن حتى قيمتها المادية كانت أضعاف ما حصلت عليها مع الزوراء قيمة الشعار تحسها مهمة بالنسبة لللاعب؟ طبعاً هسن طبعاً النادى اللي أحبها روح ألعب له يعني عفل الفلوس وراي عروض يعني كانت يعني عروض أي لعب يوافق عليه بس أنا اختارت نادي الزوراء ورحت نادي الزوراء الشعار كان مهم عندك؟ طبعاً الشعار مهم وكانت ووصية أبوية ورحت يعني الفلوس أصلاً ما فكرت بيه يعني الزوراء بالنسبة للفرق الجمهورية للطون المبلغ أكثر من الزوراء يعني أضعاف